ليه بقى لأمهات بتعمل كده الأول يا هند والله عشان عايزة كل اللي بيتخرجوا علينا ليه مامتك بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا كده؟ تركيز احنا مركزين وعند الله حاجة طب ما أنا هساعدك أناولك بيضة أناولك زيت واناولك بقى وأقول لك والعمل إيه لا 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 سيبيني أنجز بقى المحدة بتاعت دي لعلمك التوتر ده اللي بيخلاننا نباوز كل حاجة كل ما نخش المطبخ أصل الأمة بالنسبة لها المامة بعدها حاجة مقدسة أصلا وانها تعمل أكل حلو مش كيفانا أولف أعمالي بعملوكوا أكل بالزبط أنا معصاكوا دي حاجة مقدسة أنا كأمي لازم أشبع وليدي أشبع بيتي وأعمل حاجة كويسة يعني ده حتى في فيديوز لو أنت مثلا قلت مامي ماما وحلى وقعت كان يوم مش عقل أنا مالي أنا كنت لسه هحكي أنا كنت لسه جاية يعني ممكن تكون مامتها كأمهات طبعين جدا وهي يعني وقفت عند النقطة دي أنا أعتقد أن الأمة من نوع المستقلة جدا المعتبدة عند نفسها جدا اللي بيسمحشي لحد أنه هو يحسسه أنه هو محتاجه الأمة ليه بتتضايق لما وإحنا مثلا مش عايزين ناكله جبنا أكل الممبر في أمهات لذيذة جدا تقولوا ليكو حق أنا كما بحبش أكلي وإلا أنا أكل فيتزا لأمهات تانية ممكن تعمل بجد مشكلة يعني وأنا بعمل أكل عشان مين يأكل بالزبط كده بالنسبالها هو ده هدف حياتها يعني يعني مامتها ممكن تعديها وتكبر المشكلة عشان هي مكرتش من أكلها لا يا سالي هي رضوة لعندها المشكلة الأمة بتعلم بتعبعين جدا طب ما هي بتستنى لها أي غلطة وأعتقد أن بنت لأخت تانية ممكن يكون عندها مشاكل برضو لأن الأمة نفسها هي اللي عندها مشكلة بس هي بتلاقيها بتتحك يا هند بتنكد عليها على طول دي أوهمها أفكارها مش عايزين نعيش موسوط لا لا ده مش حقيقي لأن تستوعب أن الأفكار طب ازاي سابتها تروح تعيش مع حد من عائلتها ما تعرفيش البنت بتتصرف ازاي ولا الأمة فلكسبل ومارنة الناسة يبهت تروح وتيجي كفاية بقى لأنا ما ظهرنش أن الموضوع كده لا أيا البنت نفسها رفضوا رفضوا الام رفضوا البيت دايما بتحسسهم بالزنب بتحبونيش لما يكون عندنا مراهق رفض البيت وهو مش مراهق يعدد سنة مراهق نعمل ايه ما أنا عارفة أن انت عندك اه يعني مراهقين في نفس السن ده بتعملي ايه وخلي بالك إحنا جيلنا غير جيلهم يعني الجيل الأكبر كمان كانت تحس فيه طيبة وبتعني احنا دلوقتي نقول لك زماننا احنا حتى اللي هيجي قلنا كان زمان فيه طيبة هنضربه ما بالك بقى الجيل اللي جاي بالزبط كده ايه بقى لازم يفهموا أصلا أن الأفكار اللي هم متمسكين بيا أو بيقولوها دلوقتي بشي الأفكار الصحة الحقيقية ولازم يقتنعوا بوجد نظر اللي حواليها والأهم بقى والأخطر أن انتوا تفهموا أن انتوا مش هتغيروا بابا مش هتغيروا ماما افهموهم وتصلحوا معاهم لأن المرحلة دي أكتر حاجة فيها ايه تمرت فأنا سلوك بابا عمله لا كده مدايقني فمش حياله ما بيحبنيش ماما كذلك كده لا ما تحبنيش لا ماما شخصية مستقلة ليها ظروفها ليها الحياة اللي مرد بيها لأن تتصلحي مع ده وهو ده اللي أنا عايزة أقوله الردوة برضو أو هي عايزاني أخش كله معي أنا عايزاني أنام وقت ما هي عايزة عايزاني كله وقت ما هي عايزة مش عاجبها صحابي يعني المصلحتي من عند شخصية مش من حقك يا ماما امت شخصية أقدر أقولك أن انت خلاص كده أقدر أصغ فيك لما تمر بموقف واثنين وثلاثة وتعديهم وتحقق نفسك فيهم